السلام عليكم يا شباب معكم يا سين من قناة تي اس بلايس اليوم جيتكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من لابجة اي 5 أتمنى أن يكون يومكم بخير يا سيقا أنا الحمد لله يوم بخير وعلى خير اليوم لقد جيتكم بمود جديد العديد منكم لقد طلبه مني بعدما كنت بعمل مود سيارات الفيراري العديد منكم طلبه مني بأن أقوم باللعب بسيارة لامبرغيني في جة اي 5 لذلك قررت نصيب هذا المود وقررت مشاركتها معكم يا سيقا وبالنسبة للأغنياء الذين يسوقون سيارات لامبرغيني فإنهم في أغلب الأحيان يرتدون هذه الملابس العادية مثل هذه الملابس مثلا لذلك سنقوم بتغييرها سأقوم بتغيير ملابس لهذه الملابس وهيالك ينطلق أعتقد بأننا أصبحنا الآن من بين الأغنياء من بين الأغنياء لو سنتوس يا حبيبي انتظروا سأقوم بتغيير كذلك الحدة هل هناك حدة أصفر؟ اوه هذا الحدة أعجباني ممتاز الأصفر والأبيض يا حبيبي ومع سيارة لامبرغيني كذلك سيصبح لأمر مميز جدا هذه الأنيسة مسكينة أعتقد بأنها فقيرة هي تقوم فقط بمشاهدة هذه الأشياء ولا تستطع شراءها مع الأسف شديد لذلك الشيء الذي سأفعله هو أنني سأقوم بأخذها معنا في جولة في لامبرغيني وهيالك ينطلق هذه الأنيسة لقد أصبحت صديقتنا الآن وهيالك ينذهب يا شباب بالنسبة لسيارة لامبرغيني لقد وضعتها يا شباب في الضفة الأخرى لذلك هيا لكي ننطلق ونذهب لها يا أصدقاء هيا تعال يا صديقتي أنت الآن صديقتي ها هي سيارة لامبرغيني في جي تي اي فايف نعم يا شباب لاحظوا معي بالنسبة لنوع هذه السيارة فهي اسمها لامبرغيني ريفينتن واو شو 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 شكلها لامدسي شوفها من الداخل يا سلام أعتقد بأن هذه السيارة ستكون هي أسرع سيارة في تاريخ جي تي اي فايف وكذلك في تاريخ موضة سيارات وكذلك موضة هذه السيارة لقد حصل على أكثر من 300 ألف تحميل في موقع الموضات يعني أن العديد من الشباب لقد أعجبهم هذا النوع من سيارات لامبرغيني لذلك قررت اختيار هذا النوع هناك صراحة العديد من أنواع لكنني لس من الأشخاص الذين يحفظون الأسماء إلى آخره المهم هذه السيارة نوعها هي لقد دخلت لموقع الموضات ووجدت بأن العديد من الأشخاص قاموا بتحميلها لذلك قررت أنا كذلك تحميلها لكي نقوم بتجربتها معني ووو شو 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 عندما أضغط يا شباب على المكابح لاحظوا معي لاحظوا جوانب السيارة ترتفع وكذلك مؤخرة السيارة ترتفع اللاحتم عندما أضغط على المكابح ووو لهذا يا شباب هذه السيارة قام العديد من الأشخاص بتحميلها هل أستطيع حدف فوق السيارة لا أستطيع فقط إشعال الضوء وكالعادة سنذهب الآن عند الميكانيكي لكي نقوم بعمل جميع لإضافة لهذه السيارة وكذلك يا شباب من الممكن أن نقوم بعمل لون مميز أوه شو شو هذه السيارة في بعض الأحيان تظهر سيارات غريبة جدا هنا قرب الميكانيكي سيارة صغيرة ومميزة وجميلة أعتقد بأن ذلك النوع من سيارات فإن خاص بالنساء شوفوا الخدشة يا شباب لقد قمت بخدشها وظهرت فيها الخدشة بشكل رهيب أعتقد بأنني سأختار كذلك لون رمادي لهذه السيارة لأنكم كما تعلمون أغلب سيارات لامبرغيني فإنهم يختارون اللون الرمادي لها لذلك سأختار اللون الرمادي في سيارة لامبرغيني ريفينتون أكيد أريد الارمر أريد البريكس البامبر هذه الأشياء فإننا نحتاجها أكيد الهورن سأترك الهورن العادي في جميع الجوانب بما أننا سنختار اللون الرمادي فما هو اللون الذي سينسجم مع اللون الرمادي أعتقد هو اللون الأبيض لذلك سنترك الأبيض سنترك يا شباب البلات البيضاء هذه هي شباب البيضاء العادية سنختار الميطاليك وسنختار اللون الرمادي لكن قبل أن نختار اللون الرمادي لاحظوا ما هي جميع الألوان الموجودة سأمر على الألوان بسرعة لاحظوا ما هي يا شباب هذه هي تقريبا جميع الألوان الموجودة لاحظتم يا أثقاء هذه هي جميع الألوان الموجودة بالنسبة لي أنا سأختار اللون الرمادي مفتوح مثل هذا اللون مثلا اللون مميز أعجبني كثيرا يعني اللون النحاسي ممتاز اللون النحاسي أعتقد بأن داخل السيارة سيكون باللون الدهبي اكيد يا شباب ها هو يا شباب اللون الذهبي اسموه وهو لون اصفر اوكي حسنا ساختاره ما هو سكرت اوه سكرت هو هذه الاضافات الموجودة في الجانب سنختار يا شباب الكاربون سكرت ممتاز اوه استطيع كذلك اضافات سبويلر هل نترك السبويلر العادي لان السبويلر العادي يرتفع اوتوماتيكيا لكن سنجرب الامر سأضيف هذا السبويلر وسنجرب الامر اكيد انزلي الى الارض اكيد احتاج لترانسميشن مميزة تيربو اكيد العجلات سأترك العجلات العادية الويندوز نستطيع تغيير الويندوز لذلك ساختار الليمو نستطيع فقط تغيير الزجاج الموجود في الجانب والزجاج الموجود في الوراء فوق من محرك السيارة لذلك سنختار الليمو والزجاج الامامي لا يمكن تغييره وهذا صراحة شيء مميز لاننا سنقوم بتجربتها في الفرست برسن وبهذا سنكون قد انتهينا من عمل تحديثات هذه السيارة المميزة سيارة اللامبرغيني ووو بعد ما قمت بتغيير سبويلر فان يا شباب مؤخرة السيارة لا ترتفع اثناء الضغط على المكابه لاحظتم ترتفع فقط الجوانب لكن شكل الهندسي لقد اصبح مميز جدا لذلك ساتركه يا شباب الان سنذهب لمكان مميز لكي نقوم باخذ صورة ذكارية لهذه السيارة المميزة وافضل مكان اعتقد هو هنا يا شباب اوه هادي قفزة لم اقفز يا حبيبي لم اقفز يا اتايل سأضع السيارة هنا يا شباب وسننزل لكي نقوم باخذ صورة ذكارية لها وكذلك لكي نشاهد محركها لكي نرى كيف هو شكله واعوت لكم يا اصنقاء لقد فتحت جميع البيبان الخاصة بسيارة اللامبرغيني هنا على ما اعتقد يمكننا وضع الامتعة نعم لان سيارة اللامبرغيني فهي تشبه قليلا سيارة الفيراري لاحق معي يا شباب اللون الدهبي لقد ظهر بشكل رهيب جدا وفيه لون اسباب يا شباب منمل لاحظتم لوناه عجيب جدا وهنا عندنا المحرك محرك اللامبرغيني يا حبيبي لفي اتن عشر ستة فاصلة ستة لتر جيم بوم 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 واو وهنا عندنا كتابة اللامبرغيني يا السلام عليك صراحة انا لس ميكانيكي لا افهم كثيرا في محركات السيارة لكن الامر مميز شوفونا اللوغو الخاص باللمبرغيني وذلك التور لهائج وهنا يا شباب لاحظوا مع اللوغو الخاص باللمبرغيني وتلفاز السيارة الصغير هنا عندنا اسم اللامبرغيني واو اللامبرغيني تشبه المركبة الفضائية شوفونا عدد الازرار فانه هائل واللوغو الخاص باللمبرغيني موجود كذلك في الميقواد الامر صراحة فانه مميز جدا اسكوتي او ساقتلك أسكوتي أو سأقتلك لا أعلم يا شباب لقد أخذتها في نزامعي وبدأت تسبوني حسن هيا لكي نصعد للسيارة وهيا لكي نتنزه انتظروا أولا سأقفل بيبان بعدها سأعيد لكم يا أصيقاء واو الشكل اللامبرغيني في الوسط مميز جدا لاحظوا معي عدد السرعة واو 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 صراحة الشكل اللامبرغيني من الداخل أفضل بكثير من الفراري لاحظتم عدد السرعة وصلنا سقريبا لـ 170 كم في الساعة لها السلام عليك لاتس جو بيبي لاتس جو ش ش ش ش ش ش ش ش الأمر مميز جدا وهو جميل وهو خطير كذلك أعتقد ب... لا 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 قد أخذتها مسكين اللامبرغيني قد أخذتها لكن لا تقلقوا سأقوم بإصلاحها أعتقد بأن عدد الـ RPM هو ذلك العدد على اليسار الذي شكله يشبه شكل الهرام وعدد السرعة هو العدد الموجود على اليمين واو 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 صراحة سيارة اللامبرغيني رهيبة جدا لذلك أول شي سنفعله هو أننا سنقوم بالدخول في سباق وسنجربها في سباق في جتائي العادية لكي نرى ونكتشف هل تستطيع سيارة اللامبرغيني الحصول على المركز الأول في السباقات أم لا واعدت لكم يا شباب هناك سباق في هذه المنطقة اوه هذا هو أغلى سباق لكي أدخل له علي دفع ألف دولار حسنا سأدفعها وسأشارك فيه جيد لقد بدأنا السباق هيا لكي نقوم بتغير توقيت للصباح لأنها لا يمكنكم المشاركة في هذه السباقات في الصباح يجب عليكم المشاركة فيها في الليل هيا تلاتة اثنان واحد سيارة اللامبرغيني يا حبيبي لاتس جو واو 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 لقد وصلت لمئة وتمانون كلمتر بالساعة لاحظوا معي يا شباب عدد سرعة في السيارة إلى أين سيصل وصل لمئة وخمسون الآن لاحظتم لكن لا أعلم لماذا عندما أقوم بتجربتها في الطريق يا شباب التي تربيط بين الميزبانك وبين أعلى جبل في جتاة فايف فإن السرعة بالكاد تصل لمئة وتمانون كيلومتر في الساعة لم أفهم يا شباب هذه الأشياء أعتقد بأن شركة روكستار جيمز هذه السيارة فإنها سريعة أكثر من لازم لا أستطيع تحكم فيها لاحظوا لاحظوا يا شباب لا أستطيع تحكم فيها مشكل أعتقد بأنني لن أستطيع الدخول في المركز الأول والسبب هو سرعة هذه السيارة الهائلة مشكلة 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 يا جيد ها هي الطريق لا يجب علي الإسرعة كثيرا بهذه السيارة لأنها تزلق كثيرا الهاندلين فيها صعب أسانا يا لا يجب علي الإسرعة وصلت يا شباب لمئة وسبعون كيلومتر في الساعة وتذكروا معي لقد وصلنا الآن لمئة وسبعون في الساعة وعندما سأقوم يا شباب بتنصيب ستلاحظون بأننا بالكاد سنستطيع الوصل لمئة وتسعون كيلومتر في الساعة لذلك فأنا أعتقد بأن شركة روكستار جيمز لقد برمجت سباقات لكي تستطيع سرعة السيارة تخطي المئتان لكن إذا لم تدخلوا في سباق فإن سرعة السيارة الخاص بكم لن يتعدى يا شباب المئة وتسعون المركز الأول حاليف لنا أكيد أول مرة صراحة أشارك في هذا السباق لم يسبق لي أبدا أن شاركت فيه لذلك لازلت لم أحفظه بعد إذا أعجبتكم يا شابا بسيارات اللامبرغيني ولا موض الخاص بسيارات اللامبرغيني فقموا بدعمنا بالضغط على زر لايك ونشروا الفيديو مع سيقائكم أعتقد بأنني بدأت أحفظ طريقة سياقة اللامبرغيني لم تعود تزلق السيارة كثيراً التي اقتربتنا من الدخول وصلت إلى 180 كم يجعلي في الساعة يبتعد انتظر وستغل يا شباب الخاصية الخاصة بفرانكلين لأنني وريد دخول في المركز الاول ايا 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 جاي 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 مركز الاول مركز الاول باي 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 لا 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 استعمل استعمل الخاصية الخاصة بفرانكلين عد 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 مشكل 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 يبتعد 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 لا قد دخلت في المركز الاول بسبب خاصية فرانكلين لو لم استعمل خاصية فرانكلين من الا ممكن انني كنت سأدخل في المركز الثاني أو الثالث مع السلامة أعتقد بأن صديقتي الآن وسط من السيارة ستغار هل غيرتي؟ هل غيرتي؟ أوه يا حشمان أعتقد بأنها غارت لأن تلك الآن سقبلتني الآن يا شباب سأقوم بتنصيب الموض الخاص بالميزبانك وبعدها سنقوم بجربة هذه السيارة فيه لكي نرى ما هو أقصى حد سنستطيع الوصول له في السرعة بدون لمشاركة في السباقات وعدت لكم يا شباب حسنا اللحظة الحقيقة الآن هيا سنسوق قليا بالفرس بيرسن وصلت تقريبا واو سيارة لامبرغيني فإنها أسرع بكثير من سيارة الفراري لقد وصلت لمائة وتمانون كيلومتر في الساعة في هذه الطريق مائة وتسعون هيا تلاتمائة واو لما تلاتمائة وصلنا لتلاتمائة كيلومتر في الساعة وإذا لاحظتم عدد سيارة لامبرغيني وصلنا لمائة مايل في الساعة مائة مايل فهي تقريبا تلاتمائة وخمسة وعشرون كيلومتر ثلاثمئة وثلاثون كيلومتر في الساعة واو صراحة سيارة لحد الآن فإنها أسرع سيارة وأسرع موض قمنا بتنصيبه في الزيت F5 أفضل بكثير من الفرار التي نصبتها في الجزء الأخير الذي قمت بعمله واو 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 هذه السيارة صراحة فإنها سريع يا شباب أقصى حدوثلاثمئة وثلاثون كيلومتر في الساعة أعتقد بأننا بواسطة سيارة لامبرغيني سنستطيع طيارة للضفة الأخرى من الخريطة في هذه المعب طريق الآن فهي عالية واستطعنا الوصول لمائة وسبعون كيلومتر صراحة هذه السيارة واو 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 لو كنت أعلم بأن هذه السيارة سريعة هكذا لقمت باللعب بهذا الموض من زمان وقمت بتنصيبه من زمان حسن يا شباب لحظة الحقيقة الآن أعتقد بأن سرعتنا هنا ستتخطى الأربعمائة كيلومتر في الساعة حسن هيا جيد لقد نزلت لقد نزلت لقد نزلت واو ماذا حدث لقد ضربت يا شباب في مكان ما سيارة لامبرغيني فإنها سريعة جدا لقد ضربت هنا يا أصيقاء نعم هنا ضربت هل لاحظتم؟ هل لاحظتم الدربة في الحديد هنا يا شباب ضربت سيارة لامبرغيني لقد دخلت مقدمة السيارة هنا لذلك لقد انخفضت سرعتها هل أستطيع رفع السيارة قليلا بوسط الموضع؟ سيسبانشن سيسبانشن لا أعلم صراحة سيسبانشن ستساعدنا أم لا لكن سنحاول تكرار الأمر الآن مشكل سيارة لامبرغيني فإنها نازلة كثيرا للأرض هيا يا شباب سنقوم بتجربة الأمر الآن أتمنى أن لا أضرب في ذلك المكان وضربت فيه مرة أخرى ما لأسف شديد ما لأسف شديد وعلى هذا أعتقد بأنني سأقوم بتودعكم لقد لاحظتم يا شباب بالنسبة لي تلك الرام فإن السيارة ما لأسف شديد لم تستطع الطيران بالطريقة الرهيبة التي كنت أعتقد بأنها ستحدث ببساطة لأن سيارات لامبرغيني ريفينتن فإنها نازلة كثيرا في الأرض وعلى هذا سأقوم بتودعيكم شكرا لكم على الدعم الرهيب إذا أعجبكم الفيديو الخاص باليوم وموضع هذه السيارة الرهيبة فلا تنسوكم بدعمنا بالضغط على زر لايك ونشر الفيديو مع أصدقائكم لكي تساعدوننا يا شباب لأنكم كما تعلمون الدراسة قد بدأت وقليل من الأشخاص ومن يشاهدوا اليوتيوب أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعاه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة